دورة الخمسة وخمسين من معرض قاهرة الدولي للكتاب وفي الحقيقة واحدة من الإضافات المميزة للمعرض هو جناح خمسة المخصص بالكامل للطفل من خلال قاعات كتب الطفل والكتب الإلكترونية وسلسلة من الأنشطة والفعاليات الحقيقة الفترة الأخيرة بتشهد اهتمام خاص بالطفل والنشأ من خلال برامج وكتب ومؤلفات واكتشاف المواهب وده كله هيجتمع في جناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلونا نعرف تفاصيل أكتر من رئيس المركز القومي لثقافة الطفل محمد عبد الحافظ ناصف اللي بنوارنا النهاردة في صباح الخير يا مصر أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك كل عام ومصر طيبة وبخير ومعرض كتاب سنوي هو عرص ثقافي مش لمصر بس المصر والعالم العربي والعالم كله وواحد من أهم معارض الكتب اللي موجودة في العالم معالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتورة نفينيك كلاني بتتبع الموقف يوميا يكاد هي موجودة في المعرض كل يوم لمتابعة كل التفاصيل مع الدكتور أحمد بهيد الدين العساسي رئيس الهية العامة للكتاب السنة دي إن شاء الله هيبقى في عندنا في جناح الطفل زي ما حدوك قلت بالزبط كده مجموعة من البرامج والفعليات هذه البرامج والفعليات بتشتبك بشكل مباشر مع رؤية وأهداف الدولة المصرية اللي هي موجودة عندنا واللي هي متشابكة أيضاً مع كل الجهات أو عدد كبير من الوزارات ووزارة الثقافة بصفة خاصة طيب حدوك تكلمنا عن هذه الفعليات نحن عارفين أنه فيه فعليات كتيرة مختلفة السنة دي منها يعني حفلات توقيع للأطفال الطفل الفائز والرسام فحبين نعرف عن هذه الفعليات وهنتكلم بقى بعدها بالتفصيل عن جناح رقم خمسة تمام هو ده جزء من شغل جناح رقم خمسة حدودك هو الجناح هيبقى فيه حكتين فيه دور نشر بتعرض الكتب الخاصة بيها وفيه أنشطة التي تقدم للطفل من كل الجهات إحنا عندنا زي محددك قلت أربع أنشطة رئيسية للطفل بتقدم حاجة اسمها النشاط القولي حاجة اسمها النشاط التفاعلي اللي هي ما بين الطفل وما بين الشخص اللي بيعمل معاه حاجة اسمها الورش الفنية اللي هي الفنون التشكيلية رابع حاجة اللي هي العروض الفنية للأطفال من الأطفال للأطفال ودي هتبقى فيه المسارح الكبيرة على بلازة واحد وبلازة اثنين لو خدنا نمازج مثلا للفاعليات القولية النموذج اللي حدودك قلت عليه المهم جدا وهو حفلات توقيع الأطفال الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهور ودينا على حفلات التوقيع دي كتاب نعم كبار يعني فانحنا نلاقي أطفال عامل لهم الحفلات دي مهمة قوي يعني تعزيز الثقة في النفس ليهم طبعا ونوريهم ازاي الدولة مهتمية بموهبتهم فأحكي لنا أنا مبسوطة قوي بالجزء تمام هو فيه أمرين اتنين الأمر الأولاني ان احنا كنا زمال بنكتشف الموهبة ونسيبها يعني تمشي في سبيل الله كده يعني هي وبختها إنما هدلوقتي احنا بنكتشف الموهبة في وزارة الثقافة ونواصل رعاية الموهب فمن ضمن رعاية الموهبة أنشأت وزارة الثقافة سلسلة ليه حاجة اسمها سلسلة جائزة الدولة للمبدع الصغير اللي هي الأطفال الفائزين في فرع الأداب ودول بيبقوا 12 طفل سنوية وبنجيب معهم 12 طفل من الفائزين في الرسم سواء فيزين بالجائزة أو في الشورتليست اللي موجودين يعني حتى الولادة اللي هم اللي في الشورتليست احنا برضك بالرعيهم إن احنا نبقى موجودين معهم وبنقدم حوالي 24 طفل كل سنة من الفائزين بجازة الدولة للمبدع الصغير وبنصدر لهم 12 كتاب الـ 12 كتاب دول بنبقى عاملين حسابنا من السنة اللي فاتت بدأنا نسون السنة دي إن احنا نعمل لهم 12 حفل التوقيع للأطفال الـ 12 اللي هم اللي فيزين بجازة الدولة للمبدع الصغير رائع جدا إنك تشوفي طفل كاتب وطفل نفسه هو اللي رسمله الشغل بتاعه مش عايز أقول لحديك فيه أطفال دلوقتي من اللي رسمين نقدر إن احنا نديهم كتب يرسموها للقبار وحديك قلتي كلمة مهمة جدا فكرة تعزيز الثقة في النفس في هذا الطفل لإنك انت في النهاية خلاص انت حت ديه على المحاكم مش انت كاتب في الشعر وفي المسرح وفي القصة طيب يبقى احنا نشرنا لك الكتاب طب الطفل اللي هو بيرسم طب ارسم كتاب صاحبك وإن شاء الله الفعليات دي بيحضر معهم كل يوم أحد الكتاب اللي هم اللي موجودين علشان برضك يزود فكرة الدفعية عند الأطفال زي بتم يعني تشجيع هؤلاء الأطفال على الكتابة وعلى الرسم بتعملوا اي فنسا هي فيه جائزة طبعا فيه حاجتين فيه مسابقات سنوية بتتم في كل قطاعات الوزارة وفيه مسابقة بقى الكبرى اللي هي جازة الدولة للمبدع الصغيرة اللي بيعلن عنها من شهر واحد عشر لغاية واحد وثلاثين ودي المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الأستاذ الدكتوري شام عازمي بيعلن بنعني عن عندي سنويا وهذه الجائزة بيفوس فيها تنين وثلاثين طفل على مستوى مصر بأكد دي جازة دولة زي النيل وزي التقديرية وزي التفوق وزي التشجيعية رقم خمسة اللي هي المبدع الصغير إذن دي جائزة دولة وليست مسابقة دي هذه الجائزة لم تقم في أي دولة من الدول إن في دولة عملت جائزة دولة لطفل مبدع فمصر تعتبر الدولة الأولانية في المنطقة اللي هي عملتها جائزة بهذا سنويا وده صدر بقرار جمهوري من السيد الرئيس مئتين واربعة لسنة عشرين والجائزة تحت رعاية مباشرة من السيد حرب والسيد الرئيس الجمهورية سيدة انتصار السيسي إذن في رعاية كبيرة لهذه الجائزة اللي بيحصل إن إحنا كنا زمان نكتشف لا لابد من وجود الرعاية لإن ده جوى القانون نفسه إن هذه الجهات مسؤولة عن رعاية هؤلاء الأطفال ففيه كمان إن شاء الله مع الوزيرة وجهت إن إحنا لازم نعمل كمان جائزة للأطفال اللي هم خارج مصر فبقت مصر في عيون أطفالها في الخارج وإن شاء الله الجائزة دي هيتم الإعلان عنها من أول واحد إن شاء الله اتنين لغاية 31 مارس وهيبقى دي جائزة للأطفال بإذن الله بالإضافة أن الأطفال اللي خارج مصر كمان يقدروا يشتركوا في جاهزة الدولة للمبدع الصغير بس الثانية دي هتبقى خاصة بهم علشان نربط أولادنا اللي موجودين في الخارج بمصر إن شاء الله ده مهم جدا طب يعني ما نقدرش نفوت طبعا كلام عن رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني وهو شخصية المعرض لهذا العام أو معرض الطفل لهذا العام إزاي هيتم الاحتفاء به في المعرض وإزاي هيتم طبعا يمكن حكاية إرثه للأطفال في المعرض نعم هو الأستاذ عقوب الشاروني يعتبر آخر جيل الرواد اللي في الحقيقة مغهبوا حياتهم للكتابة للأطفال هذا العام اللجنة العليا برئاسة دكتور أحمد بهاي الدين اختارت الأستاذ عقوب الشاروني كشخصية الطفل لهذا العام هيتم فيه خمس ندوات رئيسية في القاعة الرئيسية هيتناولوا كل أعمال الأستاذ عقوب الشاروني في المسرح وفي التاريخ وفي رواية اليافعين وفي المسرح ودوره مع المواهب ودوره كمسؤول ثقافي لأنه هو دار المركز القوم لثقافة الطفل اللي أنا كنت موجود فيه وأنا يعني أتذكر أن أنا وأنا شاب صغير كنت باجي المركز وهو كان رئيس المركز وكنت باجي من المحلة الكبرى وحتى فاكر المكان اللي أنا كنت باعد فيه ففكرة تواصل الأجيال عمالها الأستاذ عقوب الشاروني بشكل جيد جدا مع الناس بالإضافة أن الهيئة نشرت له حوالي هيبقى فيه حوالي سبع كتب وفيه كتاب كمان عن سيرة الأستاذ عقوب الشاروني تحت عنوان في محبة يعقوب الشاروني ده عدوا لنا زي مننا الأستاذ أحمد عبد النعيم الصحفي فيه الأخبار والرسام القدير أيضا فإن شاء الله بالإضافة كمان أنه يبقى فيه حكايات جوة صالة بقى اللي احنا قلنا عليها جناح الطفل بتاع الأنشطة الناس هنتكلم عن قصص له يعني زي ورش حكي بالضبط بالعرايس إلى آخر طيب يعني أهم بقى المؤلفات إيهي إحنا فيه بالنسبة لنا في المركز القمص خفض الطفل هيبقى فيه حكتين حفلات توقيع اللي هي الأطفال اللي احنا قلنا عليها وفيه حفلات توقيع لكتب حوالي 14 كتاب صدرين إن شاء الله يتم برضك حفلات توقيع لهم لمجموعة من الكتاب اللي ممكن يكونوا الأول مرة بيكتبوا وده دور من أول أول مرة بينشروا في المركز بالإضافة لكتاب رصخين بإذن الله فيه كمان من البرامج المهمة جدا اللي احنا هنقدمها وهو برنامج حكايات الانتصار حكايات الانتصار ده برنامج داخل الجناح هيبقى كل يوم اتنين من كتاب الأطفال هيحكوا للأطفال كل واحد فيهم حكاية من حكايات انتصارنا في حرب أكتوبر سواء هو سمعها من بابا سواء هو نفسه يعني فيه كتاب أصلا من الكتاب اللي حضروا حرب أكتوبر هيبقوا موجدين زي مثل أستاذ أحمد سويل خبراء عسكرين لا مش خبراء هم كتاب وشعراء وحضروا وهيبقى معانا اللي هو محمود خليفة ده أحد من الناس الكبار في هذه المنطقة يحكي لنا برضك يعني فيه معانا قادة سابقين وفيه معانا كتاب وفيه أدباء وفيه شعراء هيحكو لنا كل واحد لإما حكايته هو لما كان في الحرب أو حكاية والده أو حكاية أخوه أو حكاية الجاره يعني المهم هيحكي لنا حكاية من حكاية العبور أو أكتوبر عشان نقولها الأطفال أيضا عندنا برنامج تاني مهم جدا وهو حكاية سينوية لفكرة التراث الشعب السينوي برضك عاملين 12 لقاء مع 12 حد سواء من سيناء من كتاب سيناء أو من القبائل أو العواقل بس احنا معتمدين على الكتاب بشكل أساسي اللي هم عندهم خبرة الحكي للأطفال ده برضك من البرامج الأساسية فيه عندنا كمان برنامج تاني تكريم مسيرة وزار الثقافة ما بتنساش أبدا الناس اللي بذلوا مجهود في ده احنا عند زي ما احنا هنكرم سنة دي لأستاذ عقوب الشاروني ففيه تكريمات لكتاب آخرين من جيل السبعينيات زي الأستاذ شاو إحجاب رحمة الله عليه أستاذ فاطمة المعدورة بنا ديها الصحة زي مثلا أستاذ جار النبي الحلو زي الأستاذ عمر رحمة النور الدين أحمد زحام الدكتور سيد نجم نشأة المصري فيه عندنا من الكتاب والفناني الدكتور عفاف طبالة إن شاء الله برضك هيتم تكريمة فيه مجموعة من الكتاب اللي هم من الجيل ده إن شاء الله هيتم فده برضك في إطار اللي هي يعني حفظ الرياضة المصرية الكتاب أيضا فيه برنامج تاني مهم هو استعادة الرياضة المصرية بدعوة بعض الكتاب العرب اللي هم هيحضروا معنا الفعليات وهيشتغلوا حكايات مصرية أو حكايات من بلاتهم برضك ده بيؤكد دون مصر ويرسخوا فيه علاقتها مع أخواننا في العالم العربي بالإضافة كمان بقى البرنامج الضيف اللي هو النرويج هيبقى فيه برنامج إن شاء الله متكامل هيبقوا مسؤولين عنه إن شاء الله من الساعة 12 ظهرا لغاية الساعة 2 من يوم 31 لغاية يوم 4 فيه بقى حكايات نرويجية وفيه قصص الأخرى نحن عايزين برضو نتكلم عن دمج الثقافات يمكن وكيفية يمكن تعليم الأطفال أو دمج ثقافات ما بين الأطفال هل هيتم ترجمة كتب من اللغة النرويجية لللغة العربية والله هم يعني كانت المسؤولة عن وضع البرنامج كانت الأستاذة شيرين كانت عبرت إن ممكن يحدث في المستقبل مجموعة من التعاونات ما بينها وما بين الهيئة أو المركز القامل ثقافة الطفل بشكل مباشر لأنهم عندهم أيضا مركز قومي زي اللي عندنا كده لثقافة وفنون الطفل وأدب الطفل فأظن إن المناسبة لن تمر دون هذا الأمر فتوقح حضرتك طبعا سليم جدا وبشكل حضرتك عليه يعني إحنا كمان عندنا إدارة لدوي الإحتياجات أو دوي الهمم مهم جدا الدمج اللي إحنا بنشوفه النهار ده فإزاي هيتم دمج الأطفال من دوي الهمم في طبعا معرض القاهرة الدولي تمام هو الأصل في الموضوع أن وزارة الثقافة عندها مجموعة من الإدارات العامة والإدارات المختصة بزوء الهمم سواء كان في القاهرة أو في الأقليب يعني مثل هيا العامة لأصول الثقافة عندها إدارة عامة لده وعندها أقسم في كل المحافظات أو كل الفروع اللي موجودة في المحافظات عندنا أيضا في المركز القاملوس خفض طفل إدارة لزوي الهمم موجودة عندنا والإدارة دي عندها مجموعة من الفرق اللي الحمد لله بتقدر تشارك فيها يعني إحنا عندنا فرقة بنكمل بعض دي فرقة استعراضية بتشتغل وعندنا كرال بنكمل بعض وعندنا للطنورة وعندنا أرجوز لزوي الاحتياجات الخاصة وده مش عايز أقول لحدك يعني الطفل الإسلام ده يكاد يكون من أشهر الناس اللي تعلموا لعبة الأرجوز يكاد يكون أفضل من النورمال كمان ده إرادة ربنا سبحانه وتعالى يعني هو طفل هو اللي بيلعب بالعروسة هو اللي بيلعب بالعروسة وبيتكلم بالأمانة اللي هي موجودة في بقه وده مفيش حد بيقدر يتكلم بيها ولا يحطها بشكل سهل يعني إلا ما يتدرب ويتم تدريبه مش يوم ولا تنين هو موهوب بالفتح هو ده موهوب بس هو تدرب بشكل سريع وهو شارك في كذا عمل على فكرة في البيت الفني المسرح أيضا إسلام هو إسلام وعندنا طواء رمضان دي لعب الطنورة من المركز دي موجودة دلوقتي في بعهد البلية يعني تم برضك مش الطفل أنت بتكتشفيه بس لا ده أنت بتكمني معاه أكاديمية الفنون عندنا في أولاد من زوال احتياجات الخاصة موجودين داخل الأكاديمية في السياقات المختلفة داخل المعرض إن شاء الله فرقة بنكمل بعض هيبقى لها مجموعة من العروض على المسرح الكبير بإذن الله للأطفال بالإضافة أن فيه مجموعة من الورش اللي هي تبقى موجودة داخل بقى الجناح اللي هي الورش الفنية اللي موجودة زائد أن فيه يعني أطفال بعقاقات مختلفة هيبقى الأمر ميسر بهم إن شاء الله أن هم يتفاعلوا مع الأنشطة اللي موجودة داخل المعرض بإذن الله إن شاء الله كمان من اللفتات المهمة والجميلة قوي لموجودة في جناح المعرض السنة دي هو مؤلفات المبدع الصغير حابين حضرتك تتحدمنا عنها بالتفصيل تمام هو إحنا الغد دلوقتي عندنا يعني كل سنة إحنا داخلين على السنة الرابعة إحنا كده عندنا إنتاج الثلاث سنين اللي فاتوا مش عايز أقولك أن من أكثر الكتب ما يبيعا والأطفال هيلقوها في جناح صندوق التنمية الثقافية لأن جناح الصندوق التنمية هو الجناح المنطبي بيبيع لنا الإصدارات لصالح الصندوق والدكتور شام عازمي في الحقيقة عمل سعر رمزي موحد كده لسعر الكتاب هو ما يسويش يعني أي حاجة في تكلفته عشر جنيه فقط للكتاب اللي رسمينه الأطفال واللي كاتبينه الأطفال بالإضافة أن كتب المركز موجودة أيضا بأسعار زهدة كنت عايز أتكلم حضرتك عن الأسعار يعني بتتراوح من كم يعني ما يبقى مثلا الوزارة بتعمل كتاب من عشرة جنيه من ثلاثة جنيه الأول سلسلة كتاب قطر النادى دي طبعا من كتب الهيئة العامة الأصول والصفال هو دي سلسلة كويسة جدا الخمسة جنيه الكتاب يعني فيه ثلاثة جنيه المجلة خمسة جنيه كتاب عشرة جنيه كتاب اللي هو المبدع الصغير بعد كده الكتب ما بتزيدش من عشرة لغاية عشرين جنيه على الأقصر طبعا ده على العكس الكتب اللي موجودة في دور النشر الخاصة طبعا بيبقى فيه تكلفة زيادة ومش مدعم فبيبقى السعر هنا زاد شوية ويبقى عندهم حق شوية يعني إنما احنا فيه الدولة بتدعم كتاب الطفل على أساس أنه أي بردك يبقى متاح اللي مش هيقدر يشتري كتاب من دور النشر الخاصة تانية يبقى فيه أماكن تانية يقدر يتوجه له ويشتري كتاب سوال هيا العمل الكتاب أو هيا عمل أصول الثقافة أو جناح سندوق التنمية الثقافية هيلاقي الكتب دي موجودة فيها بإذن الله يعني إحنا بندعو كل الأسر المصرية أن هي تتجه السنة دي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وخدوا أولادكم معاكم وروحوا الدولة دعم الكتب تبتدي من أسعار 3 جنيه لـ 20 جنيه فشجعوا أولادكم على القراية وخلوهم يسيبوا شوية موبايلاتهم والألعاب ويشوفوا الدمج ما بين الثقافات في العالم عامل إزاي ويعيشوا في روايات مختلفة ويشوفوا الأطفال اللي زيهم إزاي رسمين ومألفين كتب وقصص كتيرة كل شكر لك أستاذ محمد عبدالحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل شكرك على وجودك معنا شكرا فاند شكرا لحضارك والسبوع الخير مصر شكرا فاند